ادي ادي مارسينيو حطين عندهم مطش في الدولة في اليابان يوم السابت حطين مارسينيو هو السورة الرئيسية الترواجية اليوم عشان يقولوا يعني انه هو مكمل اه انه مكمل انه مكمل مع النادي كواساكي الياباني انما اللي انا بقوله ان النهاردة كابتن خطيب مدي تعليمات واضحة وصريحة وقوية لازم تخلصوا الصفقة بتاعة مارسينيو دي مهما كان وعلى فكرة ده بنعمل الماركتيج ممكن يكون هو بيبعت مسجل الالي عشان الالي ينفس طلباته هو طالب مبلغ معين وطالبه كاش وطالب كل الكلام ده فممكن يكون دي الرسالة اللي بيبعتها للاهل النادي عايز اقول بس قبل ما اطلع الفاصل انه الزمالك والاهلي هم الناديين اللي هاي بمتأسرين من فكرة رغبة ربطة الانديها المحترفة ان الدورة يتلاع بوقت كاس العالم الزمالك عنده اتنين في منتخب تونس لو راحه المسلوسي والجزيري والاهلي عنده علي معلول الفريرة مش عايز يعني بقولك انا الاتنين دول اخد بالك الاتنين محترفين يعني مؤسرين جد وده شهر هتقول لي ما ممكن تونس ما تقعدش عشر تيام وتخرج من البطولة فانت بتتكلم عشر تيام وقابليها باعداد عشر تيام وبعدها على ملاعيب بييجي محتاج يريح له ثلاثة اربعة تيام فانت بتتكلم على الاقل لعشرين يوم وخمسة عشرين يوم فالمح فريرة انه في حالة اختيار المسلوسي والجزيري لمنتخب تونس هو مش عايز يلعب ماتشاة الدوري وقت كاس العالم طيب على فكرة فريرة جالوا عرض من احد المنتخبات اللي رايحة كاس العالم وانا بقول لكم الكلام ده عشان الجمهور الزمالك يقدر هذا المدر ورافضوا انا شفت كيروش لما جالوا عرض لكاس العالم ما كانش مرتبط صحيح بس واخد اقل تلت الفلوس اللي كان بياخدها في مصر وراح لمنتخب ايران عشان يمقرب في كاس العالم فريرة الحقيقة رفض العرض تماما واثر على استكمال مسيرته مع نادي الزمالك والكلام ده محدش يعرف يعني ما تقلش انما فريرة جالوا العرض فعل وناس اتكلمت معاه رفض تماما واغلق هذا الباب اشتركوا في القناة